أعلنت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدائم ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية النيل التفوق التشبيعية وذلك في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية الاقتصادية والقانونية وذلك بعد الاجتماع السابع والستين للمجلس الأعلى للثقافة وفاز بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون الدكتور جمال يقوت والدكتور أحمد عبدالكريم وفي مجال الأداب فاز بها كل من الدكتورة ريم بسيوني والدكتور عمر دوارة وفي مجال العلوم الاجتماعية فاز بها كل من الدكتورة إيمان عامر واسم المستشارة تهاني الجبالي وضم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجال الفنون الفنان رشوان توفيق والدكتورة سهير ذاكي حواس واسم الدكتور أحمد نبيل